أول سؤال في حلقتنا النهاردة وصلنا بيقول ما حكم أن تغرب بحثا عن الرزق وتأخر عن بيته فترة طويلة وما الفترة التي لا يأثم عليها بالنسبة لرعايته لأولاده وامهم دي فتنة كبيرة بتحصل كتير أواق أواق إيه يا الفتنة دي اللي أنا بسميها فتنة الاختراب وجدنا ورصدت أنا في الإرشاد الزواجي كتير من المشاكل بتبني على فكرة الاختراب دي رصدا ما بقاش الاختراب المجتمع لا الاختراب المتفرق فيه نوعين من الاختراب الاختراب المجتمع يعني كلهم راحوا الغربة يعني إيه الأسرة كلها اغتربت مع بعض بيبع عندهم مشاكل إيه المشاكل لو أني الزوجين مش جاهزين للغربة وبتبقى الأسرة في الغربة زي الوطن فالأسرة في الغربة ووطن فإذا كان الشخص مش مستعد لهذا الدور أن يبقى أسرته هو بالنسبة لهم كل حياتهم وكل الأسرة بالنسبة لبعض وكل حياتهم الأصدقاء لأنه هيقوم بدور الأصدقاء هيقوم بدور العائلة هيقوم بدور كمان الزملاء هيقوم بدور أدوار كتيرة جدا كل واحد فيهم هيقوم بالأدوار دي مع أولاده صحيح هيلاقوا ناس بس مش بالضرورة أن هم يستطيعوا أن هم يندمجوا الاندماج اللي هو متناسب مع متطلباتهم واحتياجاتهم فلازم هم يتحاولوا كأنهم وطن لبعض الاختراب المتفرق بقى أن يبقى فيه الأب في مكان والأسرة في مكان أو بعض الأولاد مع الأب وبعض الأولاد مع الأم وأم في مكانين وده بقى مشكلته مشكلة ضخمة شوية زي الحالة اللي احنا عندنا دلوقتي زي السؤال اللي عندنا ده السؤال اللي عندنا ده تقول غربة دي بتعمل إيه بتعمل وكأن البيت مقسوم كأن البيت مشتور وساعات الزوج لما بيسافر حتى لو هو بتواصل طول الوقت معهم حتى لو هو عايش معهم عن طريق السوشيال ميديا عن طريق فوديو كونفرانس ومعهم طول الوقت هو الوجود الفيزيائي ده بيأثر تأثير كبير في إشعار الأولاد بالأمان فبتقوم الزوجة في الغالب بتقوم الزوجة بدور الأب والأم فأكبر فتنة بتحصل بها هو استرداد الدور لما يرجع الزوج من السفر وهو عايز يسترد دوره كزوج من امرأة قامت بدور الأب والأم فيحصل للنزاع في حد يقول لي ده ممكن يكون نطجين وما يحصلش ده آه بس دي بالرصد كده أولي الأول اللي بيحصل ده فدي أول ساعة فتنة بتحصل ده إذا ما فلت ان استرداد دور الأبوة هو بيجي إيه ساب أولاده ساعات ساب أولاده سنة واثنين وثلاثة بيرجع لأ أولاده تخرج من جمعة فهتسترد دور إيه فأنت لازم توجد شكل جديد للإعلاقة بينك وبين أولادك لازم تتحول من هنا إلى مستشار فيحبوك في هذا الدور لكن أوعى تحاول أن أنت ترجع لأيام والليالي والسنين فترجع تقول لهم أنا هربيكم من جديد دي كرسة مش هيحصل مش هيحصل فكرة أن أنت تربيه من جديد وعشان كده أنت بتقول لي إيه الفترة اللي ممكن أعود فيها سيدنا عمر اجتهد ووصل بسؤاله لبناته لبناته إيه أكتر مدة ممكن تصبر فيها المرأة على فراق زوجها فكانت ستة أشهر يعني إذا كنت أنت معنا ستة أشهر معناها أن دي أكتر مدة وهو هيرجع يقعد معاه يقيم معاه لكن فكرة أنه ستة أشهر وقطع تذكرة وجيه لك مش هو دات الدور اللي عايز يغترب لازم يعمل حياة اسمها إدارة الغربة لو ما قدرش الغربة فهو آثم ليه لأنه بيعرض أولاده لمحن محن كتيرة ففي حياة اسمها إدارة الاختراب إيه إدارة الاختراب إنه هو يستخدم الوسائد ببزل مجهود كبير وبكفاءة أنه يكون موجود يبقى موجود بطريقة أكتر بالتواصل معاهم لكنه طبعاً هو بيقترب عشان يجمع الفلوس زي ما في السؤال هنا بحسن عن الرزق فما يبقاش فاضي فيمر عليه اليوم والاثنين والثلاثة ويمكن الأسبوع ويمكن الشهر وهو فيه حد من أولاده ما سمعش صوته ولا تكلم معه ولا عرف أحواله إيه بيكون ساعتها الولد ده أو البنت دي بتتسول الاحتواء من مصادر أخرى لأن فيه احتواء مش ممكن يقوم بيه غير الرجل في الأسرة فعشان كده احنا فيه خطأ آه فيه خطأ هنا لازم مسألة تدار وأنا حاسس في السؤال هنا النواة إيه إن احنا هنا في فتنة إيه في فتنة الاخترار فأنت سألتني على المدة أنا جوابت على المدة بس الأهم من المدة هو الإصلاح أنا رسمت لك بعض الإيه بعض الملامح للإصلاح وتذكر أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راعن وكلكم مسؤولن عن رعيتي الرجل راعن ومسؤولن عن رعيتي فانت راعي ولازم تصلح ما فسد من حدم إدارة الاختراب